فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم نعم كتب إلى المتوكل بهذا الحديث وجعل يقول لهم يوصيه بأن يمنع ضرب الكتاب الله بعضه ببعض ويمنع قول المعتزلة والجهمية فالقرآن واضح في أنه منزل من عند الله وأن الله تكلم به حقيقة وليس في القرآن آية تدل على أن الله خلق القرآن كما يقولون قال وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض نعم مناظرته للمخالفين يوم الدار يعني دار الوزير وزير الدولة وزير الدولة نعم إبراهيم بن فلان ما أدري لكن هو كان جرت المناظرة في هذه الدار بينه و بين إمام أحمد فيقول الإمام أحمد إنا نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض يشير إلى هذه الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض بل يجمع بين نصوصه و بين آياته و يفسر بعضه ببعض نعم قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله قال وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم نعم هو كتب به إلى المتوكل لعلمه بما في الاختلاف من الفساد العظيم وما في الاتفاق واجتماع الكلمة من الخير العظيم ولا يحصل الاجتماع إلا باتباع الكتاب والسنة أما إذا اختلفنا في الكتاب والسنة وكل ركب رأسه وأخذ رأيه حصل التفرق وبالتالي يحصل التناحر والتضارب بين الأمة أو سفك الدماء